ترأس غبطة البطريارك روفايل ساكو قداسا إلهيا في كنيسة ماريو حن المعمدان ببغداد بمعاونة عدد من الأباء الكهنة وجمع من المؤمنين وفي عظاته قال غبطته يجب أن لا تغيب عن التعليم الديني قيم كرامة الإنسان وحريته وحقوقه التي هي جزء أساسي من رسالة الكنيسة والأديان حيث لا ينبغي أن يشعر إنسان ما أنه مهان ومظلوم وأشار البطريارك ساكو إلى أن يسوع جاء ليبشر المساكين وكل المقهورين والمظلومين مادياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً والذين يرجون استعادة كرامتهم ومن هنا فإن الكنيسة والمسيحيين مدعوون لتجسيد برنامج يسوع في وقعهم ليخففوا من الظلم والجهل والفقر والمرض ويركزوا على احترام حرية الناس وكرامتهم لافتاً إلى أن دينونتنا تقوم على معاملتنا لإخوتنا